برحب بكل المشاهدين بآخر فقراتنا والحديث الآن عن معسكر مغلق لعشرين متطوع موجودين في عصيرة الشمالية في نابلس والحديث عن معسكر خاص بالدفاع المدني بسعدنا نناقش هذا الموضوع بوجود الرائد لأي بني عودة مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني يسعد صباحك يسعد صباحك وصباح كل إخوة المشاهدين يعطيكم العافية يعني المعسكر رح يتواصل ويضل لثلاث أسابيع صحيح وإحنا هلا في الأسبوع الثاني تحكي لنا عن هدف هذا المعسكر يعني بداية هذا المعسكر هو دمن البرامج التي يعمل بها جهاز الدفاع المدني والنشاطات بهدف رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين وخاصة هنا تحديدا شريحة الشباب والشريحة اللي هي يعني في مكتمل عطائها وفي فترة تكون قادرة على تقديم شيء وتقديم خدمة لهذا الوطن هذا المعسكر هو جاء مغير بأنه مغلق لمدة ثلاث أسابيع يتلقى فيه المشاركين هم العلوم التدريبي واللياق البدني وتدريبات الخاصة بالنظام العسكري لأنه النقلة من الحياة المدنية للحياة العسكرية فيها شيء يختلف وفيها ترتيب وتدريب ونظام مختلف لذلك بحيث يكون هلاء المتطوعين هو محاسبين ومحاسب بكل تصرفاتهم بكل أداءهم أيضا يتم تدريبهم على العلوم الخاصة بدفاع المدني من أمور تنفيذية يعني المعسكر مغلق ولكن احنا نزور المعسكر المغلق ونرجع نسأل تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع خلينا نشوف بعض أجزاء من فعليات وأيضا الأجواء اللي بيكون فيها المعسكر مع بعض عشرون متطوعا يواصلون تدريبهم لمدة 21 يوما في معسكر للتدريب ينظم الدفاع المدني الفلسطيني في مركز عصير الشمالية بنابلس المعسكر الأول من نوعه في محافظات الوطن يقدم للمتطوعين تدريبا بنفس وطيرة كوادر وطواقم الدفاع المدني هدف الدورة إذا حصل حريك أو أي خطر في أحد القرى المذكورة أو أي مناطق ضمن الجغرافية الدفاع المدني وحدوده يتم تقليل وتقليص الخطر على المواطنين من قبل المتطوعين القريبين على مكان الخطر إلى وصول الدفاع المدني نشاطات بدنية وعملية بهدف اكتساب مهارات وعلوم الدفاع المدني التي تؤهل هؤلاء الشباب للقدرة على تدخل المباشر في حوادث الحريق والإنقاذ والإسعى الأشياء التي استفدتها من الدورة هي عبارة عن علوم مادة نظرية ومادة عملية المادة النظرية تشمل كيفية تلقاء المحاضرات والنظام العسكري كيف يتم الشغلات الجسدية استفدنا لايقة عالية وحركات وكيفية تطبيق إخماد النار بطريقة صحيحة وتقليل الخطر إلى جانب سقل المهارات وتطوير القدرات يعكف الدفاع المدني على تسليح الفتية بعلوم الإنقاذ وإجراءة السلامة عبر محاضرات تخصصية حول العديد من الجوانب الاجتماعية والأمنية والطبية محاضرات لا تخلو من بعض سكتشات التربوية الكوميدية موجود اليوم في مخيمة الدفاع المدني طبعا حتى نعطي معلومات إضافية إلى الطلاب الموجودين في المخيمة الصيفية طبعا بالإضافة لنعطيهم معلومات عن طريقة استخدام مبوبة الغاز في حالة تركيب أو تنفيذ وأيضا كيف طريقة استخدام طفاية الحريق الموجودة الداخل المنزل في حال سمح الله صار حريق في المنزل كيف يتم استخدام طفاية الحريق قبل الاتصال على 102 في رقم الدفاع المدني تعلم السباحة ومهارات الإنقاذ جزء مهم من المعسكر التدريبي الذي يستهدف بناء قاعدة تطوعية شبابية في كل محافظات الوطن لمساندة طواقم الدفاع المدني أثناء تواجدهم في الميدان أساسيات الدفاع المدني بيسقل هذه المواهب وتطويرها حتى هي تستطيع أنها تكون بواجبها الملقة على عاتقها في عملية الإنقاذ والمساعدة والتطوع وأنا أتمنى أن هذه الدورات تظلها مستمرة بيننا وبين الدفاع المدني حتى نصل في مجموعة من الشباب قادرة أنها تكون بجميع المهام الموكل إليها معسكر الدفاع المدني التدريبي الأول نشر لثقافة التطوع وبناء للشخصية وتعزيز للانتماء وسقل للمواهب واستعداد للمستقبل ومواجهة لظروف الاحتلال وممارساته اليومية كانت هذه جولة مختلفة في المعسكر وأيضا في النشاطات تابعة للدفاع المدني سؤالي هل تلمي الاستثمار في هؤلاء الشباب للمستقبل للعمل في الدفاع المدني أم تحضير الشباب أو الشارع في حالة حدوث كوارث فقط لمعرفة كيفية التعامل معها هو هنا الاستثمار هو ليس استثمار مادي والاقتصادي ولكن استثمار في بناء المجتمع الفلسطيني وبناء الاقتصاد الفلسطيني وحمايته عندما نستثمر بهذا الشباب التدريب والمعرفة والعلوم حقيقة نحن نستثمر في اقتصاد الوطن بشكل كامل عندما لا الشباب هم سيخرجوا بعد أسبوع من المعسكر الصيفي من العسكر الصيفي الشبابي المغلق سيخرجوا بمثابة 20 رجل إطفاء اجداد نضيفه لطواقب الدفاع المدني هذه من المقابلات التي أجرت مع المتطوعين الموجودين في المعسكر أنه كان هناك نقلة حقيقة ما بين الحياة المدنية للحياة العسكرية والنظام والتدريب ومن ثم العلوم التي تكتسبها وهنا شملت العديد من المهارات المهارات اللياقة والرياضة البدنية واللياقة والتدريب علوم الدفاع المدني بمختلف تنفيذ مهمات ميدانية مع الدفاع المدني كذلك إذا لاحظت الموضوع السباحة تدريب على السباحة حتى يكون أيضاً بالإمكان المستقبل أن يكون منكن كذلك أدخلنا هنا جانب جديد وهو شيء جديد على الدفاع المدني هو الجانب العرض المسرحي الترفيهي وبمناسبة إحنا شكلنا وحدة خاصة بالدفاع المدني وحدة للترفيه هي مثالة فيها مسرح تدريبية ترفيهي وكذلك مسرح للدماء حتى أنه يعني شوي إحنا بالعام الماضي بالمخيمات السباحة بالعام الماضي مارسنا هذه النشاطات متطوعية في محافظة بيت لحم كان لها أثر إيجابي جيد كانت لدى الأطفال والفئات الشابية يعني معلومات قيمة جداً وتم استيعابها بشكل أسرع ومباشر لذلك نحن عمدنا على إنشاء مسرح خاص لنا في الدفاع المدني يعني يكون بتمثيله المتطوعين وبالشراكة مع المهرج هو عامو مهند يعني هو المهرج معروف على مستوى المحافظات وهو يعني اشتغل معنا مشكور في عدة حملات في الوطن والمسرح الدمى والمسرح التمثيلي وهذا هؤلاء هم متطوعين بمناسبة تم تدريبهم على كيفية تدريب سكتشات برغم لأثرك سؤال بتوارد أكيد يعطيكم الألف عافية ومهمة تركيز عفئات مختلفة أيضاً سؤال رائد له أي أنه يعني فيه ممكن من الشباب هل اللي عم بيحضروا مهتمين أنهم يخذوا هاي التجربة هذا المعسكر بيكون لمرة واحدة في كل عام وفي منطقة هاي المرة تم اختيار عصيرة شرقية في نابلس بالمناسبة سيكون هناك معسكر آخر مغلق في بيتا في جنوب نابلس غداً يوم غد سيكون هناك تخريج لست مخيمات صيفية في محافظة الخليل هذه الست مخيمات يعني استمرت أيضاً حوالي رابط الأسبوعين وأقوى نيف لحيث أنه يكون في كل معسكر في حوالي ما يقارب المئة طفل وهؤلاء سيتم تخريجهم يوم غداً في محافظة الخليل في قاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة أيضاً هؤلاء يعني تم التركيز على وجاءة هذه المخيمات جميعها تحت شعار الإطفاء الصغير لذلك هو التركيز نحن في كل برنامج وفي كل نشاط لنا مادة تدريبية محددة يتم إلقاءها وتنفيذها حيث أن الأطفال في فئة الست سنوات وفوق الرياض الأطفال الحضانات المؤسسات الجامعات كل جهة مستهدفة كل شريحة معينة لها نظام خاص في التدريب لذلك هنا نعمد على تجهيز هذه التدريبات وهذه المواد التدريبية بشكل جيد وتناسب مع الشريحة أشكرك جزيل الشكر لكل التواقم أيضاً العاملة في الدفاع المدني على هذا الجهد المبذول أيضاً لحماية أيضاً المواطنين بشكل أساسي وتدريبهم لتعامل مع حالات الطوارئ شكراً كتير إلك على انضمامك إلنا في برنامج اللي أصبحكم بالخير وبهيك بنتموصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم الواحد من تموز أتمنى يا رب يكون يوم سعيد لإلكم نشكر كل الضيوف اللي يشاركونا أيضاً وأثمروا حلقتنا مني ومن طاقم العمل إلكم تحية منطقي فيكم بكرة بنفس الواعد أتمنى لكم نهار سعيد إلى اللقاء يا ظريف الطول وقتها كلك رايح على الغربي وبلادك أحسن لك خايف يا ظريف تروح وتتملأ وتعاشر الغير وتنساني أنا يا ظريف الطول يا سمك ضحوك يا اللي ربي في دلالة مغربوك يا ظريف الطول يوم نغربوك شعر راسي شاب والظاري محنى يا ظريف الطول كوين مهاجر وين نتمنى من الله ترجع عنا هن بكنا ويتم نتلقى اشتركوا في القناة